شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن من خشي أن يفوت واجبا أو ما لا يمكن قضاؤه على وجه الإنفراد يرى أنه يتيمم مثال ذلك لو أنه حضر إلى الجمعة والإمام في الرتعة الأخيرة إن توضأ فاتته الرتعة وإذا فاتته الرتعة الأخيرة من صلاة الجمعة فاتته صلاة الجمعة وإن تيمم أدرك الرتعة الأخيرة فيقول الشيخ رحمه الله يتيمم والأقرب أنه لا يتيمم لأن مثل هذا يكثر وقوعه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل والأصل أن الماء هو المقدم وقد قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا واجد للماء حتى لو فاتته صلاة الجمعة فهناك بديل لها عند فواتها وهي صلاة الظهر